نظمت قوات المسلحة المؤتمر العلمي السنوي الثاني لمعامل القوات المسلحة للبحوث الطبية وبنك الدم وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على مواكبة أحدث ما وصلت إليه المعايير العالمية في مجال الطب المعملي وشهد رئيس المؤتمر الواء طبيب رأفة زاهر عبد الرحمن مدير معامل القوات المسلحة للبحوث الطبية وبنك الدم بالدور الذي تسهم به المعامل المركزية للقوات المسلحة كخط الدفاع الأول لمواجهة العديد من الأمراض والأوبئة مشيرا لأهمية المؤتمر الذي يمثل فرصة للقاء العلماء وتبادل المعلومات والخبرات المختلفة وفي سياق متصل استضاف مستشفى العيون التخصصي بالمجامع الطبي لقوات المسلحة بكوبري القبة إنعقاد الاختبارات النهائية لزمالة كلية الملكية لقراح العيون بلندن التي تقدم خلالها عدد من أطباء العيون من مصر وكوليمن إنجلترا والأردن والعراق وجمايكا